موسيقى 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 ضيفنا في الجزء الأول هو النائب ومرشح الدائرة الأولى سيد عدنان عبدالصمد موسيقى أهلا وسهلا موسيقى أهلا بك سيد عشان نبدي مباشرة بالموضوع يمكن اللي بالبداية صار شوية كلام عليه نزول سيد عدنان هل رح ينزل سيد عدنان؟ لا والله ما رح ينزل سيد عدنان هل هناك ممثل آخر للتحالف الإسلامي؟ صار بعض الكلام وضح لنشي اللي صار بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على هالاستطافة والله يعطيك العافية على هالبرنامج المميز الله يحفظك شكرا الله يسلمك الحقيقة أهو من البداية من الزمان وهاي المشكلة إن كل نائب أو كل مرشح يقولها فأنا ما كنت أقولها إنه والله أنا ما كنت أرغب في الاستمرار فعلا يعني قلت تعبان وكذا وخلي إي واحد ثاني فما كان أكو قرار من التحالف الإسلامي ما كان على أساس إنه فقال في منهم قال أنت لا تقول هالكلام الآن أصبر يعني خنشوفه فبعدين إنه نشوف خاصة السوشال ميديا والهذا إنه لا والله فلان ما راح ينزل ما راح ينزل ما كان هالشكل وكان على أساس إن البديل هو الأخ بو محمود الأخ أحمد لاري فلغاية وهذا اللي انتشر في الميديا قد يكون وهو اللي أثر أيضا عليه في من قال إنه لا ترى تو الناس وغيره وإلى آخر عنده وجهة نظر أخرى نفهم بس ما كان أكو قرار بالمرة إلى أن التحالف اتخذ قرار باستمراريتي ولكن هم طلعت الإشاعات وإحنا مشكلتنا على هالإشاعات إنه كأنه أكو خلاف بيني وبين بو محمود وكذا مع إن ابو محمود الآن يشتغل لأنا أكثر مما أنا أشتغل حق دفسي يعني على قلب واحد و الله يعطي العافية يعني فعلاً وهو الآن تشوفه وهو اللقاعي نادي وهو أول من أيد وأول من بارك فالمشكلة مشكلة الإشاعات ولا وجوده لخلاف أبداً 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 ولا هذا وحتى للعلم أيضاً باتخاذ القرار ما كان هناك أكو تصويت يعني والله تصويت هذا التوافق عام ما كان أكو شيء بس هذي مجرد إشاعات وأمس صلاح الجاسم كان موجود على نفس الكرسي كنا نتكلم عن نتائز الاستطلاعات وذكر اسمك من الناس اللي لهم يعني فرصة كبيرة أو قالهم من الأسماء اللي حسب استطلاعه من المضمونين في الدائرة بس هو بقيت يكمل ما خليتي يكمل لا لا شنو نقبل إيه 24 ونقول له إيه سؤال معين ببادئ لا لا موسى إنه قال والله بغي يقول أنا أعرف فلان فلان أنت قلت له ترى ها هذه قضية عزاسة لا 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 أذكر إيه أنا أذكر لأنه تتعلق بي يا الله عنا كنت تحديدا إيه قلت له أنا قلت له تحت الهواء لازم تعطيني واحدة ما تطلع بحشة وتمون طبعا نحن كنا نتكلم عن الخلاف نحن ننتقل شوية إلى الاختلاف بالمجلس اللي فات كنا نشوف بعض التيارات اللي لها ممثلين داخل البرلمان و ندري أن هذين الاثنين مع بعض صار في تباين واختلاف في بعض المواقف تجاه الاستجوابات أو تجاه الحكومة مرة معه و مرة ضد الحكومة و يمكن أكثر من تيارة أنا لا أتكلم فقط عن التحالف أيضا حتى حدث حتى خليل و صالح يعني معروف أنه مقراب من بعض و صار في بعض التباين ماذا سبب هذا التباين في المواقف تجاه الحكومة تحديدا و ماذا تقييمك لأداء الحكومة في المجلس اللي فات و بالعكس أنا أعتقد أن تباين الموقف يدل على أن أنا و الله أنا ما عندي خط معين اتجاه معين يعني لما يقول مثلا قضية الحكومة أنت حكوميين أنت و الله كله دائما الصوتون مع الحكومة أنا أقول له تعال متى أنا صوت مع الحكومة وهذا ما في مصلحة للناس ما في مصلحة للصالح العام تعال قول لي أنت الموقف الفلاني صوت مع الحكومة و هذا مخالف للمصلحة العامة مو أنت تقول شيء العام وهو شنو أخوي عبد الله أنه الآن مشكلة هذه السوشيال ميديا و الإشاعات و التضليل و الإفتراءات و الكذب و مع الأسف الرأي العام سهل الاختطاف في كثير من القضايا نعم من ضمنها هذه القضية أنا أعتقد أن التباين في المواقف يدل على أن أنا تقييمي لكل موقف تقييم موضوعي أكون مع الحكومة أو أكون ضد الحكومة و حتى قضية الاستجوابات قضية الاستجوابات الآن يقولون أنت لا كله مع الحكومة و كله ضد الاستجوابات أبداً هذا الكلام غير صحيح وأكو ناس قاعدتي مقاطع فيديو و من بره من بره مع الأسف فعلاً أكو خصوم سياسيين مع الأسف ما يتكلمون بالواقع كله بالكذب و الإفتراءات أنت تذكر قبل كم يوم الأخرى كان النصف اللي قال في يوم واحد خمسة وستين ألف تغريدة ياية من مصر و من لندن بخصوص استجواب معين علشان يضغطون على النواب وأكو بعض النواب يتأثرون لكن بالمواقف لا احنا عندنا استجوابات كنا ضدها و عندنا استجوابات كنا معا هنا الاستجواب يجب أن يكون مستحق ولكن القضية مو بكثرة أنا والله سويت استجوابات أو وافقت على الاستجوابات أكل بعض مسرحية الاستجوابات يعني تكسب انتخابي بس أنا سويت لا تعال هذا الاستجواب يؤدي إلى أصلاح أو ما يؤدي إلى أصلاح و على طارق الاستجوابات سيد هل صحيح أن سيد عدنم ما استجواب أبداً؟ يعني على إن قدمت استجواب ما أكوه لكن شاركت في استجواب ووقفت مع استجواب ضد استجواب شاركت في طرح ثقة آخرها في الوزير السابق للداخلية يعني في شيء كان في بالك يعني لما أنت مثلا ما صار في استجواب في شيء كان معي لا أنا لما أقول لك يعني الاستجواب أداة دستورية جيدة بس أولاً لازم تكون مستحقة لازم أكون موائمة سياسية و في بعض الاستجوابات مع الأسف فيها ابتزاز للوزير يكون هناك ابتزاز للوزير علشان استجواب وبالعكس ساعات الوزير خنقول اللي مو خوش شوي اللطف ما نقول فاعس اللي مو خوش بالاستجواب له وعدم نجاح الاستجواب يترسخ هذا الوزير فالاستجوابات على الرغم من كونها أداة دستورية لكن لازم أنت تشوف الموائمة السياسية إذا كانت أيضاً مستحقة مو فيها تكسب انتخابي وابتزاز إلى آخرة فأنت حتى أخذ شخصيات أخرى ما بي أذكر اسمها لها تاريخ برلماني عريق لم تقدم استجواب قد يكون أنا اشتركت الاستجوابات لم نقدم حتى الشخصيات البرلمانية الأخرى أنا على ما أذكر أخي عبد الرحمن في مجلس الاثنين وتسعين نعم كان هناك قضية وزير الداخلية الله يذكرها بالخير الشيخ أحمد الحمود كان على أساس أحمد الشريعان زميلنا وكان هناك مكيدة من قبل الأجهزة الأمنية بالذات في أمن الدولة أول في مكيدة معينة ونحن وقفنا وياه ضد هذه المكيدة إلى أن توصل الموضوع إلى قلنا إذا يعني مستمرين في هالقضية نقدم استجواب لوزير الداخلية في ذاك اليوم ومن اللي قدم استجواب أنا خالد العدوى عبدالله النيبالي إذا ما تخلني الذاكرة قدمته هيك السالفة ومو استجواب بالحين أوراق وهذا يمكن ورقتين أو ثلاث ورقتين أو ثلاث وكان موجود قام وزير الداخلية قال يا إخوان إذا أنت ضحية في المجلس فأنا أيضا ضحية الظاهر ودي له تقرير غلط أو شيء وبعدين أنه سيأتخذ إجراءات بهذا الخصوص ويشوف من وراء هذا التقرير قلنا له أنت تقول هالكلام؟ كان يقول نعم وأنا سأستمر في إتخال الإجراءات سحبنا الاستجواب انتفى السبب دعم انتفى السبب تحتك أحسنت إيه مو القضية هالشكل استجواب أنا قدمت ما أدري كذا الستعشر استجواب ثم ماذا بعد ماذا أدى الاستجواب بالمناسبة إحنا وهذا معروف يا ريت اللي جان جلساتهم مسرية يا ريت حسب اللائحة سرية إحنا في لجلة الميزانية أنا أعتقد إن كل جلسة في الميزانية تعتبر استجواب لا تعال شكل لك لجنة تحقيق تعال سو الشغلة فلانية أعطيك مثال أخير توى الوزير الداخلية الأخير الأخ أنس الصالح يانا في لجنة الميزانية أقول لا أكون مصايب في المخالفات اللي مسجلها ديوان المحاسبة الحساب الختامي شنعابل فيها في اجتماع وكذا وليس على وقته وقت سابق على طول ما يمكن عشرة دقائق رفعنا الاجتماع ها ليش قلنا لازم تروحون الصالحون نسوون كذا 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 وبعدين نتون نوافق لكم على الميزانية وفعلا الأخ أنا سراح وها أنا اقترحت عليه تشكيل لجنة ولا تصير من الداخلية تصير من وزارة المالية وعطيتها اقترحت عليه بعض الأسماء اللي في دونه وأخذ هذه الأسماء من وزارة المالية استمر فترة شهر أكثر وكلما يسوي شيء يقول تعطينا شنو سوينا تم إصلاح كثير من الأمور خلال هالفترة قلنا له أهلا وسهلا فبالتالي أكو أدوات أخرى أن فعلا أنت استخدمها قد تكون أفضل من الاستجواب وخاصة إذا كان الاستجواب لغايات مثل ما ذكرت مفهوم أنت يمكن تحدثت بعجالة أو مريت على الميزانيات الناس تريد تسمع عن الوضع العام مالية الدولة أنت مطلع وشايف جدامك ومارع عليك التقارير بس لأن هذا الموضوع ممكن شوية نأخذ فيه حيز نطلع فاصل ونرجع ونستكمل الحديث سيد عدنان بغينا نتكلم احنا عن وضع الميزانية ومالية الدولة بس أنت عندك إضافة على موضوع الاستجوابات أنا الاستجوابات على أساس اللي يقولون ليش أنت كلما على الحكومة واعد الآن بالسوشيل ميديا وهذا احنا شوف عدة استجوابات الشؤون النفط كل هذا وقفنا مع الاستجواب مع طرح الثقة التربية من الذي قدمه الدكتور خليل عبدالله أبل وأيضا كنا مع الاستجواب التربية أيضا قضية الاشتراك في ورقة طرح الثقة بوزير الداخلية السابق كان عندهم ثمانية وناقصهم اثنين الحكومة حاولت ويانه حاولت إنه بس واحد لا أنت أو خليل قلنا إلا اثنين وجرت مساومات على هذا الاستجواب إنه والله الوزير يقول أنا أقف وياك بالانتخابات وإلى آخرة أبدا اشتركنا اثنين ثم تم طرح الثقة شو أنا أقف معاك بالانتخابات هي يعني إذا علشان أنت تتخلى عن الاستجواب عن تأييد الاستجواب أو عن تسجيل اسمك بالورقة وأنا أكون معاك بالانتخابات القادمة وإنه إذا الشخص الفلاني إنه هذا ينافسك ترى أنا أقدر أشيله إلى هالدرجة فبالتالي ما قبل أيضا المساومة وقال أمور كثيرة يعني يا ريت أكو وقت أنا أبين خلفية هذا الاستجواب وتم توقيعنا على طرح الثقة وصارت عشر أسماء الورقة تداعياتها بعدين اللي صار تغيير وزير الداخلية ووزير الدفاع ثم بعد ذلك تغيير الحكومة الشرارة تغيير الحكومة طرح الثقة التداعيات صارت إشلون أنت تقول لي قضية الحكومة لما يقول لي قضية والله أنت كل تصويتاتك مع الحكومة أبدا أكوك تصويتات مو مع الحكومة بالمرة واضح لكن التصويتات اللي مع الحكومة أنا صاحبي القانون أنا أرغب فيها القانون الحكومة إيه اللي يات تجاهي أنت قانون الأحوال الشخصية الجعفرية لما إحنا انقدمه على أساس أنه والله وحكومة وافق بعدين تقول لي أنت موافق مع الحكومة أو قضية الالتماس ما بعد التمييز أنه لما يقدم أنه والله تعال أنت ليش يصير مع الحكومة الحكومة إيه اللي وياي شوف هذا هم يعطيك أنا باستعرض شوية أنا بس خايف على وقتك لأنه عندنا أكثر من قضينا أن نتكلم فيها خضرات يعني الأشياء اللي هم تعتبر إنجازات وإحنا اتفقنا مع الحكومة فيها التصويت يطلع أن أنا نفس تصويت الحكومة لكن الحكومة اللي يات وياي شوف التقاعد المبكر الاختياري المعاشات المقدمة اللي هي وصلت إلى سبع معاشات تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الشهادات غير المعتمدة الجامعات الحكومية تعديل قانون المناقصات المهن الطبية قانون الأحوال الشخصية الجعفرية اللي قلت لك عنه نعم مخاصمة القضاء المشروعات الصغيرة أنت المشروعات الصغيرة هذا أول ما ييه القانون الحكومة كان عندها المشروع إعطاء قروض ضمانات قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأخرى قلنا ها وشنو سقف القروض الضمان ثلاث مليارات أنت بتحطون الأخرى علشان تقلقصون الأخرى والصغيرة والمتوسطة تبين أن المتوسطة والصغيرة نصف مليار فقط اثنين ونصف مليار إلى المشاريع الكبرى بعد معارضتنا القانون والتواصل مع الحكومة واللجنة المالية وغيرها الحكومة قالت خلاص أنا أشيل الأخرى وخلي المتوسطة والصغيرة نصف مليار هذا الحكومة إيه اللي يعتصوبي أنا لما أوافق على هذا المشروع تقولي أنت وافقت مع الحكومة في كل قضية عزيزي عبدالله أنت لما أنا أوافق مع الحكومة أو أعارض مع الحكومة تعال حاسبني قولي ليش وقفت وليش وقفت ضد فبالتالي المصلحة العامة إيه اللي تحكمنا وخلي يعطون أمثلة إحنا الإلكترونية هذه اللي يقولون وقفنا ضد قضية تعديل قانون هيئة الزراعة وقفنا ضد سقوط العضوية بحكم قضائي وقفنا ضد اتفاقية الحدود وقفنا ضدها في حين اللي يقول أنا ضد الحكومة ما ضد الحكومة وافق على الاتفاقية واضح فكثير من الأمور إيه واضح واضح أنت قاعد تاخذ مواقفك وفقا لي قناعاتك هذا اللي أنت تحاول والمصلحة العامة وإذا واحد عنده ملاحظة خلي يقولي بالموقف الفلاني لا والله ها حكومي ها والله أنتم ما تسوون استجوابات تعال والمشكلة ها المشكلة الحقيقية أن الناس أيضا ما تتابع ما يدور بالمجلس صحيح ما يتابعون وإنت يقول لك إعلامك قد يكون إعلامي مقصر بس أيضا هناك إمكانيات محدودة بالنسبة لي إلى الآخرين مفهم دعونا نذهب بس على مالية الدولة وما أنا أدنى الموضوع كبير والموضوع طويل أنا أسألك سؤال بطريقة مختصرة ابو حسين نعم اليوم اتطمننا ولا تخوفنا هناك ناس خايفة وفي ناس تقول هذا الكلام مو صحيح أنت المتخصص يعتمد على موقف الحكومة واتجاهها الآن الآن نحن في هذا الوقت أكو فرق بين الميزانية والحالة المالية الميزانية فيها عجز على الأرقام الحالية شوف خطورة الموضوع الثلاثين دولار العجز تقريبا أربعة عشر مليار والميزانية العامة واحد وعشرين ونصف مليار فشوف العجز لكن الحين البرمين مو ثلاثين تجاوز إلى حوالي ثلاثة واربعين حول الأربعة واربعين هذا سيقلل العجز وبالتالي ما سيكون أربعة عشر قد يكون أهدعش عشرة لكن الآن من وين نحن نموّل؟ نموّل من الاحتياط العام الاحتياط العام عطينا الحكومة بدائل واتتوى أنا اليوم أقرب الجريدة أن تخذت في هذه البدائل عدم الخصم من الإرادات قضية الأرباح المحتجزة من الجهات الحكومية أن احتياط الأجيال العامة يشتري من احتياط العام يشتري أصول لأنه الآن ما يقدر يبيعهم وبالتالي كحل مؤقت جيد نعم الحالة المالية التي يمثلها احتياط الأجيال العامة حتى الآن جيدة وأيضا البعض يقول أننا نحن ممكن أن نعوض عن انخفاض إرادات النفط نعوض بإرادات الاستثمارات التي لدينا أرباح الاستثمارات التي لدينا في احتياط الأجيال القادمة هذا جيد ولكن لا يعني احنا ما وصلنا حد الأزمة عندنا ميزانية عجز ولكن عندنا الحالة المالية بخير لكن إذا ما ندير بالنا من الآن وعندنا الآن فسحة فقد أي وقت احنا ما نقدر نعالج حسب ما نرغب وبالتالي الحالة المالية جيدة لا الميزانية فيها عجز يعتمد على برنامج الحكومة برنامج الحكومة تقول تعالوا عطوني عشرين مليار احنا من حيث المبدأ لا كادين تستدين عشرين مليار دينار بس تعالوا قلوا لنا شنو خطتكم شنو خطتكم في ترشيد الميزانية أكوائي المصروفات ممكن أن تقلص شنو بسوون في العشرين مليار وعندنا تجربة سابقة بعد التحرير أيضا وأن ما نبي هالأمور تروح في أشياء والله أنا من أعطيهم هالمليار تعال شوف شلون يصرفون فيها حط برنامج جدول زمني والأمور تكون خفض مصرفاتك ناس ما تفضلت ترشيد وائد ممكن أن ترشد الميزانية وائد ممكن واحد أيضا من الموضوعات اللي صار عليها لغط كثير موضوع العفو العام أبي تفصلنا بهذا الموضوع وتعطينا موقفك منه أيضا هذا العفو العام مع الأسف لا ينطبق عليه مصطلح العفو العام وهذا أيضا يعني الآخرين قاموا يزايدون تكسبوا انتخابي كلمة وكلمتين والله خلية العبدلي خلية العبدلي لا أنا العفو العام أعفو عن دخول المجلس وأعفو عن المغردين لكن خلية العبدلي هذول مجرمين خطرين هذا الكلام باطل وهذا في الإعلام ليس في الواقع سأرى المحاكمات سأدخل بالتفاصيل سأرى موضوع خلية العبدلي أصلا خلية العبدلي اسم الخلية لا يوجد في المحكمة كلها في الإعلام بالإعلام خلية هناك هذا موضوع العبدلي وحتى العبدلي القضية لا تتجاوز عن حيازة أسلحة لا تتجاوز أما قضية التدريب يقول لك التدريب والله كان عمر لما شافه وتحققه من التدريب شافه وإلا ثمان سنوات أو والله مكان التدريب واحد ثاني في لبنان في أرض محتلة من قبل الصهاينة وين يتدرب والكل عارف القضية لا تتجاوز قضية حيازة أسلحة والأسلحة كانت ما أدري أنت إذا كنت بالتحرير على أفا من يشيل اللي يقول لك ربيجيهات حتى متفجرات كنا نروح بالفطيرة كنا نروح بالفطيرة ونشوف شنو الأسلحة اللي موجودة بالمزارع حتى على الساحل شنو كان هذا الشخص الرئيسي في قضية قضية العبدالي كان موضوعه مع المقاومة بطل من أبطال المقاومة أرميثية يعرفونه يعرفونه تماما إن هذا من أبطال المقاومة ولا علاقة أيضا بمسؤولين أمنيين كانوا موجودين فهو ما سلم الأسلحة اللي عنده حسب كلامه إنه والله المسؤول الأمني قال لي المسؤول الأمني لما يا بوع المحكمة نفى لكن أكو شهود أيضا في المحكمة إنه هذا كان من أبطال المقاومة إن زين أكو بعضهم الآخرين قضية إنه والله هذا عنده قطعة سلاح وعدد أصابع اليد الباجي كله الباجين ما عليهم شيء بدليل إنه اطلعوا براءة بالاستئناف ثلاثة أرباع الآن المسجونين المدانين في السجن المركزي كانوا براءة سنة راحوا إلى أهاليهم خذوا معاشاتهم بعدين يحكموا التمييز كان يرجعهم إلى السجن سواء اللي تمت برئتهم في الدرجة الأولى أو في الاستئناف نعم شنو المبرر؟ المبرر السجن هذا إنه لا والله منضمين إلى حزب إرهابي ولا أحتاج هذا قرار المحكمة المحامين ينقلونه أنا لما أقول لك هالكلام كله عن محامين إنه والله قرار المحكمة أنا لا أحتاج إلى دليل إنه والله مسجلين في هذا الحزبة بس حسب قناعة القاضي وإحنا هاي المشكلة يعني ما نقدر إحنا نسي إلى القضاء إنما نتوقف نقول اجتهاد ولكن هؤلاء انظلموا وكان الحكم قاسي جداً لا يتجاوز قضية الأسلحة إتي تقول لي قضية إنه والله هذول خل قضية اللي من الغزو أكو هذا ولكن اللي عندهم قطع سلاح هذا ترى وايد ناس عندهم قطع سلاح وتم إدانتهم أيام بعد التحرير الوفرة تذكر ما أدري تذكر بيه كنتينرات كانت أسلحة شايفينها بالوفرة ولكن ما أعطي هذا المدى الإعلامي البشع لقضية الوفرة هذول اللي أيضاً خذوا شسم الأسلحة اللي عندهم لما أنت تشوفهم ليش أن أنتوا ماخذين الأسلحة نرجع إلى قضية ما صار في ظروف حيازتهم الأسلحة وهو مخطئ طبعاً وهو مخطئ في عدم تسليم الأسلحة لأنه طلع قانون لازم تسلمون الأسلحة يعني أنت تتقر بوجود هذا الخطأ يعني بالحيازة أسلحة للبعض للبعض القضية لا تتجاوز حيازة أسلحة أما يقول لك خيانة وهو نقطة مهمة جداً في المحكمة في المحكمة لا يوجد ما يثبت حتها وهو المحامين ينقلونها لا يوجد ما يثبت بنيتهم بالقيام بعمل تخريبي مرة أنت تقوم بعمل تخريبي مرة تنوي وما تستطيع هذا في المحكمة لا يوجد نية بالقيام بعمل تخريبي بحسين توضحت كل هذا أنا أياك أبي العفو العام كل هذا مقدمة مقدمة لا يوجد هم هذا ولا الشرك والذي بلفظه هذا رجل الدين نفسه يقول الشيعة أخطر من اليهود والنصارى و يظلع لنا الدكتور الثاني إن الشيعة هذا مو مذهب لكن الدولة موجودة أبي حسين و الأمير رحمة الله عليه و أنت شفت موقفه مثلاً في مسجد إمام الصادق و كيف توادد و كيف كان أول الموجودين بالعكس هذه قضية الإمام الصادق إيه اللي خرعت الناس كلامك سليم لكن خرعت الناس و كل واحد لا يدافع عن نفسه لا صحيح أكون دولة لكن هذه تصرفات شخصية نعم أنا أقول لك في ظل حيازة الأسلحة لا غير فقط لا غير و كثير من الاعترافات أنا بيّنتها في مجلس الأمة في مداخلتين و إحنا أيضاً لجنة حقوق الإنسان رحنا لهم قالوا حق المسجونين مالوت قضية العبدالي نعم شنوا اعترافات بالإكراه تهديد سووا أشياء غصب و هذا مذكور في تحقيق اللجنة البرلمانية وحسن ليش في ناس تكره شباب على الاعتراف ليش في ناس يعني هذا المشاهد يتساءل يقولك ليش صارت كذي ليش في أحد أنت حسب روايتك و نقلك اسأل الأجهزة الأمليية بشكل عام في الدول هالشكل الأجهزة الأمنية وهذه في عهد الوزراء السابقين و هذا الكلام وصلناه إلى صاحب السمو أيامهم اللي شنو جاوب صاحب السمو خليط عنون الآن خليط عنون بالحكم رحمة الله فالمهم أن الظروف نفسها كانت في جو مغلق و خاصة هذاك اللي يروح تجهيز الغزاة و اللي يروح على دبابة في سوريا و يفجع عنده أسلحة ما أسلحة إلى آخرة في ظل هذا الجو المحموم الطائفي إيه البعض هذا إنه أخذ له قطعة سلاح نعم أنت لا تتجاوزها بيه تنظيم إرهابي أكو نقطة مهمة أيضا ترى الآن المسجونين مو تيار فكري سياسي واحد إيش رايك؟ مو تيار فكري سياسي واحد اللي بحيث أن يقول تنظيم و غيره و كثير منهم هذا الصوب إنه فكرة سياسي و هذا الصوب وهم أبناء عوائل كريمة و معروف تاريخ هذه العوائل في الكويت نعم معروف وبالتالي أربط لي هذا بالعفو العظم يعني أنت تكلمت عن القضية هذه لا يخالف أنا ياي فهذا الآن اللي صار يعني ممكن أن يؤذي الكويت لأنه يؤذي العوائل يؤذي أسرته فهذا شيء كله مع الأسف ما أكو والله حتى قناعة إنه من ضم إلى تنظيم إرهابي إن هذا التهويل هذا التهويل في مقابل تهوين هذا التهويل في مقابل تهوين في قضية اقتحام المجلس سموها دخول المجلس لا اقتحام اقتحام المجلس وأربط هذا الاقتحام بما حدث بالكويت أيضا من مظاهرات و ما أبي أثير المواجع ولا أنكع جراح على أساس أن الشعارات اللي كانت تطرح في ظل هذا الوقت أنا طلبت في المجلس أثناء مناقشة قضية الاقتحام أعطوني أنا بحط فيديو صغير لكي ترونه اقتحام أو دخول اللي طامر على طاولة الرئيس المطرقة محسيني تتوك بررت في كلامك قلت بأن المشهد العام كان بس دقيقة قلت أن المشهد العام كان في ناس تدعو مثلا للنحر و شذيه فأنت شفت أنه قد يكون يعني في سياق كلامك أن هذا السبب الذي أدى إلى الحيازة بالمقابل في ناس تقول لك بأن هذا الحراك أو الاقتحام أو الدخول صار رفضا يعني هو يجب أن لا يقتطع من المشهد العام اللي هو رفضا لممارسات فاسدة ربما مشهد الاقتحام أنا شخصيا يمكن ما يعجبني لكن في ناس قالت أن هذا المشهد صار كرد فعل على فساد فهل هذا هل تقبل هذا التبرير؟ لا ما أقبله أنت فساد أنت هؤلاء في منهم سياسيين مخضرمين عندك مؤسسات دستورية؟ عندك مجلس أمه رضيت فيها أو ما رضيت؟ وهو قام يصير طعن حتى في المحكمة الدستورية حتى ليس في حكمها في المحكمة الدستورية أن هذه لا ما منها فائدة أن مجلس الأمه شنو؟ أنت صارت ليس دولة مؤسسات دولة فوضى وأنا أذكر لتصريح تبون دولة مؤسسات أو دولة فوضى من خلال هذه المؤسسات روح أنت إذا صار العفو على الجميع لكن يا أي كاني لأنه لا يوجد وقت الوقت تخلص المهم أن هذا أنت أربطه به المظاهرات وغيرها إن زين الأمير عندما يقول في قضية قضية العبدالي طعنوا لا يقول إرهابية وغيرها ما يقول عن اقتحام؟ الأربعاء الأسود و الكويت راحت إلا الكويت راحت إلا في خضم من الربيع العربي هذا تقييم القيادة السياسية بين هذا وبين هذا أهم يهولون في قضية العبدالي يهولون في قضية اقتحام المجلس أنا أقول لك إذا تبي عفو عن عام شامل حت إقتحام المجلس عليهم الفو الخلية أيضا يجب أن يشملها العفو ومن باب أولى قضية حرية الرأي والمغردين وغيرها أيضا يشملهم العفو يجب العفو أن يشمل الجميع نحن بالعكس هذا أخواننا حتى اللي بره يعني أنت زاملت عدد كبير منه اللي بره بالعكس أخوان أحباء نأمل أن يرجعون إلى الوطن إلى أهلهم لأن لا مكان كالوطن ولا وطن كالكويت حقيقة نحن أودنا يرجعون وأحباء وكل يطوي صفحة الماضي يطوي صفحة الماضي ونعيش أحباء بس هناك شرط أيضا لازم في قضية العفو عفو بدون موافقة القيادة السياسية لن يرى النور بدون موافقة القيادة السياسية المتمثلة بصاحب السمو الأمير أو من يفوضه لن يرى النور وبالتالي يجب أن هذا الشخ يتحقق والشرط أنه يكون تام عفو عام وشامل للجميع وخل إنه إحنا أحباء ننسى صفحة الماضي اللي بره اللي بالسجون تعالوا في ظل دولة المؤسسات وظل دولة القانون أحباء أخوة شنو يضمن شعار كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة لازم تختم فيها شكرا سيد عدنان عبدالصمد فاصل ونعود لاستكمال الحديث مع ضيفنا الثاني مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس ضيفنا الثاني في هذه الحلقة هو مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس حياك الله الله ونبي حييك أهلا وسهلا يا هلو مرحبا أمس على نفس هذا الكرسي صلاح الجاسم ذكر بأن أنت لك فرصة بالدائرة الخامسة عقب ما تكلم عن المضمون نجاحهم لما يهي للناس اللي عندهم فرصة وقاعد يصعدون لذلك لازم أكون دقيق لأن سيد عدنان أمس ماسك علي الكلمة فلازم الواحد يكون دقيق قال اسمك فيمكن العادة أبدأ بالتقييم والوضع السياسي بس أريد أسئلك عن فرصتك هل شايف بأن وضع الدائرة هل شايف بأن فعلا عندك فرصة نفس ما قال صلاح الجاسم بسم الله الرحمن الرحيم وش نتشرف في اللقاء في هذه القناة إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع يا كله أول شيء قبل أن نتكلم عن الفرص باستغل الفرصة مدام قضية تتكلم على الدائرة الخامسة وخصوصا هذه الدائرة يعني أقدر أعتبرها من الدوائر المظلومة والدوائر المميزة شعور مظلومة بعبد الرحمن لأنها دائرة وايد كبيرة دائرة ضمن صباح السالم للحدود لي أم الهيمان مظلومة لأن العدد السكاني فيها كبير عدد الناخبين وايد كبير يعني فيه لحد الآن في بعض المناطق مضامينها إلى جداول الانتخابات مثلا مدينة صباح الأحمد فنيطيس بوفطيرة يعني هذه بعض المناطق الكبيرة لحد الآن ما ضموها المسائل ما انضمت بعدها المسائل على أساس أننا ضموها بس هاي فنيطيس و بوفطيرة و بدينا الصباح الأحمد هذين مناطق إلى جانب العدد حاليا بدون ضم هذه المناطق تقريبا 166 ألف ناخب إذا تقارنها بالدائرة الأولى احنا 200 بالأمية أكثر منهم إذا تقارنها بالدائرة الثانية 250 بالأمية إذا تضم الدائرة الأولى والدائرة الثانية مع بعض احنا أيضا أكثر منهم بستة عشر ألف صوت و زل مظلمة شنو تبيه تبيه مقاعد زيادة فعلا يوم قلت طالع دائرة مثل هذه كبيرة دائرتين يمثلونهم عشرين نائب دائرة مثل هذه أكثر منهم يمثلونهم عشر نواب فعلا دائرة كبيرة يحتاج نظر حق هذا العدد وهذا الترتيب هذا الجانب الجانب الثاني إنها مميزة فعلا يعني الضم جميع شرائح المجتمع يمكن فيه من يسميها دائرة قبلية أنا ما أتوفها أنا أتوفها دائرة الضم جميع شرائح المجتمع إن كان قضية بالمسميات اللي يسمونها البدو الحضر الشيعة السن الضم و الكل مثلها وخصوصا في الصوت الواحد أنا ما أتكلم عن أيام الأربعة صوات أو أيام الخمسة وعشرين دائرة فالصوت الواحد فسحت المجال حق الجميع للتنافس على هالعشر كراسي بالدائرة نعم وكل مرة نشوف تغيير وممكن الجميع يدخل وينافس في هذه الدائرة في أول انتخابات أنا حست على ثقة إخواني الناخبين في هذه الدائرة بالمجلس المبطل بالمجلس المبطل الثاني 2012 ديسمبر 2012 2013 و 2016 على قراراتهم كنت مشطف كنت قريب وكنت منافس وخصوصا آخر انتخابات كوني كنت قريب من الناس وقريب من أهالي الدائرة وكنت مارس دوري وتواصلي معاهم قفز قفز رقمي تقريبا أمية بالأمية ووصلت أيضا كان شوية على المنافسة وخصوصا كان كثير من المرشحين والدائرة كانت ضم كثير من المرشحين وكثير قد يكون بعض المعات التشتيت تكون التشتيت لأصوات إذا من نفس المجامع في ناس يسحبون أصوات وايد فترد تبدأ تقل على أساس تذي عندنا القبائل وبعض المجامع تسوي اتخابات حين سموناها التشاورية لكن على أساس أن يبتعدون عن الجانب القانوني أن الفرعيات مجرمة ترد كثير من القبائل تسوي على أساس تحاول أن تضمن تركز على شخص تنجح مرشحينها فأيضا الحين نحن نصور في الدائرة خلال هذه الانتخابات قد يكثير من التشتت راح بعد الانسحابات وبعد عدم خوض الانتخابات للبعض صار في فرصة للتركيز وللحصول على كرسي والحين حتى اللي يشوف بالدائرة يشوف تقريبا الجو العام والحين حتى الاستطلاعات وغيرها معنا الاستطلاعات دائما يعني ما نسلم فيها إنها إمية بالإمية إمية لا تظل دراسة وتحترم من البعض الذي يستخدم الجانب العلمي حلو وأنا أراهن أراهن على وعي أهالي الدائرة والناس في الدائرة الخامسة وخصوصا طول هالمدة ثمان سنوات التي تواجدت فيها أنا قريب منهم وقاعد أتشوف قاعد أتلمس هذا الحماس وأن الناس تريد أن تشارك في الانتخابات يجب أن يركزون ودهم أن يحصلون أيضا من يمثلهم وقد يكون يعني في هذه الانتخابات من المنافسين والموجودين إن شاء الله في دائرة المنافسة لكن هذا يشترط شيء حضور الناس للانتخابات يوم خمسة اثنعش والجانب الثاني وهو التركيز لمن لديه الفرصة بالفوز يعني أنت تقول أنه خلال ثمان سنوات كنت متواصل مع الناس ركز عندك اهتمام بهذا الموضوع وعندك طموح أن أنت توصل أنت وصلت في المجلس المبطل إذا وصلت شنو القضايا التي أنت مهتم فيها أصلا بالتجربة السابقة يعني يمكن مدتها كانت قصيرة أعتقد كانت ستة شهر للمجلس المبطل شنو الأشياء التي حسيت أن يعني سويتها أو أن كنت تتمنى تسويها وما أسعب في كل وقت والحين إذا رجعت ممكن تسويها أنا بمدة ستة شهر يعني كنت أحصي عقب ما خلص المجلس أبطل بحكم المحكمة الدستورية كنت أحصي إلا الحمد لله كان عندنا بعض الإنجازات قد تكون شفناها حتى عقب ما خلصنا قد تكون قدمناها في فترة المجلس وشفناها يعني عندي الحمد لله كان 13 اقتراح برغبة سبع اقتراحات بقوانين كان عندي تسع أسئلة برلمانية نجان تحقيق طالب لجنتين طلب مناقشة طالب أيضا طلب في خلال ستة شهر في بعض الأمور اللي كانت الخدمية حتى حق المنطقة كونها منطقة كبيرة غديمة بعض الاحتياجات التي تحتاج في بعض الاقتراحات التي قدمتها والحمد لله عقب ما طلعت رأيت النور يعني في هالجانب مثلا أحدها الجسور اللي في طريج ويصيب كان في خدمات حق بعض المناطق صباح السالم مدخل وغيرها في بعض الشغلات الخدمية للمناطق وكان هناك تركيز على بعض الأماكن المستوصفات الأماكن الصحية وكنت أبحث مع الوزراء وبعض الأسئلة وخصوصا وزير الصحة أننا دائرة كبيرة في هذا الحجم وانترامية الأطراف الجانب الصحي بس مستشفى واحد يخدمه فعلا كان شيء قليل وكننا نريد مع الحكومة أننا إنشاء بعض الأماكن بعض المستشفيات بعض الخدمات الصحية على أساس تغطي وخصوصا نحن محافظتين من المحافظات الكبيرة ولازالت بعض المشاكل عالقة يعني بحسين وزادت حتى بعض أعيالنا حتى الجامعات التطبيغي تخيل أن يساكن في مدينة الصباح الأحمد على ما يطلعون بعض الأعيالنا على ما يوصلون إلى الجامعات في شويخ وغيرها بهذه الأماكن يضطر يطلع من الساعة الست الصبح لأساس أنه يوخر عن الازدحام وغيرها ويوصل مكان تخيل بناتنا يطلعون وخصوصا الأيام الياية أيام الاشته الشمس تتأخر يطلعون يطلعون حتى لحد الآن الشمس مطالعة وظلمة فعلا كثير من الخدمات تنقص هذه المنطقة وقدمت الكثير من الاقتراحات ويمكن حتى من الشغلات التي يعني ساعت وكنت خنقول سمونها كان يسموني مهندس قانون التعاونيات الحمد لله خلال الستة شهر قدرنا ننجز قانون التعاونيات الجمعيات التعاونية نظام الصوت الواحد وغيره ورفع الشهادة العلمية كثير من الأمور الحمد لله وقدمنا حتى حق المتقاعدين الصندوق السيادة للمتقاعدين أن يحصلون بونس وغيره في تفصيل في هالقانون حتى قضية المرأة أبناء الكويتيات قدمنا لهم بعض الاقتراحات حق البدون موضوع التوظيف كان تعديل التركيبة السكانية مستهزال في مواضع عالقة يعني مثلا أبناء الكويتيات ليه أمس يتواصلون معنا البدون القضايا عالقة يعني هل هذه الموضوعات ستكون معاك بالفترة الياية أنا أسألك الطريقة ثانية شنو أولوياتك الفترة الياية يعني وين رايح الأمور معاك في حال وصولك إلى مجلس الأمة شنو الشيء اللي تبنى إذا وصلت بالبداية شوف في بعض الأمور إذا ندخل فيها نريد نعالجها لأن يوم عندك الخلل ممكان واحد وين ما تشوف عندك خلل في أمور إذا تعالجها كثير من الجوانب ممكن تتعالج معاها مثلا بتكلم على موضوعين موضوع تركيبة السكانية مثلا وموضوع يعني البيوت توفير السكن حق المواطنين مثلا تركيبة السكانية التركيبة السكانية إذا تعالجها راح تعالج وائد من الجوانب مثلا الأجانب والوافدين في منهم أحتاجهم في بعض الأماكن في كثير من الأماكن ما أحتاجهم إذا أدخل أبناء الكويتيات اللي خصوصا أبناء الكويتيات والبدون اللي قاعد يدرسون في مدارس الكويت قاعد يتخرجون عندهم شهادات علية وموجودين على هذه الأرض ما رح يطلعون الوافد ممكن الاستغناء ويرجع بلده وإنه يشوف له أي مكان ثاني ممكن يروح لكن هذين موجودين داخل الكويت الوظائف رح تفضل حق الكويتيين وعجلة التوظيف رح تتسارع عندي على حسب الدراسات تقريبا خلال العشرين سنة القادمة ممكن يدخلون سوق العمل من الكويتين تقريبا أربعمائة ألف صحيح هذا الرقم يتكرر كثيرا أربعمائة ألف خلال عشرين سنة اليوم إذا ما أفسح المجال وابدأ عدل وعدل التركيبة السكانية كثير من الأمور هذه رح أفقدها ورح يصير عندي أزمة في موضوع التوظيف الحين عندنا أزمة بعض عيالنا قاعد ينطلون سنة وسنتين وعندهم شهادات ما قاعد يتوظفون لكننا أيضا كنا نقول أن الكويتيين في وظائف معينة ما رح يشتعلون فيها أو لازم تغير ثقافة العمل لأن في وظائف يعني رح يقول لك لا والله اسمح لي أنا ما بهني يعني أنت شايف هذا الشيء إذا بعض الوظائف لا يقبل عليها أنا عندي أبناء الكويتيات البدون ممكن يقبلون على كثير من الوظائف التي يشغلونها الوافدين نعم هذين أعطيهم الاستغرار الوظيفي وأعطيهم البدلات التي يأخذونها الإخوان الوافدين وأعطيهم شيء مهم هذا فعلا الذي رأيناه قضية الاستغناء اليوم لازم لا تستغني حتى عن هالموظف إلا وفق الإجراءات التي تستغني فيها عن الكويتي وحتى وقت لأفتح لهم بالقطاع الخاص لما أفتح حق الكويتي بالقطاع الخاص بالتوظيف على أساس حاول أعالج هالقضية اليوم لازم أحميهم كثير من أبنائنا قاعد يتفنشون ومشونهم من بنوكهم من جهة ثانية لازم الجهة أنتوا حاسب ولازم أحفظها لأن باتشر هذا عنده بيته عنده غروض عنده مسؤول عن أسره لازم أحافظ على الكيان كيان الأسره لماذا لعالج بيجاز الأم Guten أفتح الموضوعという فع ا astronauts اليوم ستحافظ على استقرار الأسره لستقرار الأسره سنبكس على استقراره على البلد و هذين كلهم موجودين حتى على الخدمات ست Accord الوافد أنا وكلي سيأثر على الخدمات على الشوارع على المستشفيات على المدارس على أيها هذين موجودون بذي دا يجب أن أعطاهم هذه الحقوق و هذه الأعمتيازات لأنني أنا أعتقد بالأساس سوف أوفر وائد بعبد الرحمن الوافد الذي يأخذه هذا حقه سوف يوفر جزء من راتبه على أساس حوله بره التحويلات عندنا مبلغها كبير و سوف يتأثر عليه بالجانب الاقتصادي لكن أبنائنا أبناء الكويتيات والبدون وين سيصرفون رواتبهم وامتيازاتهم و الأمور التي يحصلونها سيصرفونها هنا داخل البلد لأنهم أبناء بلد يعتبرون ما المانع كان من أخذ بعيدا عن موضوع التركيبة السكانية طلع عقب كورونا لما صارت الكورونا وصار فيه مناطق معينة وصار فيه موضوع تجار لقامات برز موضوع الحديث عن التركيبة السكانية أكثر لكن ما كان يمنع أصلا الدولة من أن تحل ملفات مثلا أبناء الكويتيات والبدون يعني ما كان العائق الذي يوقف الدولة من أن تخلص هذا الموضوع و تحل أمورهم هو شيء ترى قضية التركيبة السكانية ليس وليدة أزمة كورونا أمية بالمية لكن الآن صارت شعبية نعم من ضمن الإقتراحات التي كنت أقدمها التي قلت لك تعيين أبناء الكويتيات وغيرها وهذا و أنهم حلون مكان الوافدين من ذلك الوقت كنا نتبهين على التركيبة السكانية و كنا نقول من الخطر و الخطأ أن نكون كويتيين أقلية في بلدنا ثلاثين بالمية هذا خطر يعني و خصوصا إذا في بعض الجاليات صارت أعداد كبيرة هناك حتى خطر قد يكون بعض مات أمني في أي ضرر فهذا كنا من تبهين لأساس شيء كنا نقدم بعض الاقتراحات و بعض القوانين و كثير من الأمور تعالى ممكن تنحل بالنسبة حق التعيين و غيرها و هالأمور لعلاج كثير من القضايا في هالجانب فأحنا لازم نهتم في هالملفات بعبد الرحمن يعني هذا أول ملف أنت تتكلم فيه هو التوظيف و التركيبة السكانية هذا واحدة من أولوياتك من أولوياتنا و موضوع اليوم توفير السكن توفير السكن تدري شكتر راح يخفف على عاتق المواطن اليوم جزء يمكن أربعين بالأمية ثلاثين بالأمية قاعد يصرفه و قاعد يصرفه على الأجار اليوم الأجارات بالنسبة حق الشباب أجارات عالية صحيح هناك قانون نحن عندنا هناك تصور و حاطين تصور لها القانون و لرعاية السكنية للمواطنين و بالأساس ترى في قانون من مجلس 92 أن المواطن مدة الانتظار لازم توفر للحكومة السكن خلال خمس سنوات أي خمس سنوات لأنه لا أحد يحاسب الحكومة لا أحد يحاسبها في هذا الجانب و تتأخر إلى عشر و خمس سعش سنة و يعطونهم لا تعتقد أن الحكومة سرعت الفترة التي فاتت يعني لما موضوع المطلع صار لما بعض المناطق أنا قاعد أحاول أن أمثل الطرف الآخر لعدم وجوده يعني الحكومة تقول لك أنا حاولنا تحركن هناك ناس تشيد مثلا بأدوار الوزراء التي تمسكها و خلال الفترة التي فاتت وزراء هذا الملف تحديدا بعض الشيئات توزعت على الأوراق لحد الآن لم يخلصوا و لحد الآن لم يخلصوا البنية التحتية و لحد الآن لم يخلصوا أمر بناء معنا مستلمين صار لهم سنتين و ثلاث سنوات قد يكون أنا شلتهم من الحسبة لكن فعليا لحد الآن لم يستفادوا و هذا مدام لم يستفادوا حتى الأراضي قاعد تصعد و اليوم المستثمر ما يقومون بعمل و التجار ما يقومون بعمل قاموا يدخلون على الأراضي السكنية والسكن الخاص و قاموا يشترون البلوكات و قاموا يشترون أراضي لأنها صارت كأنها استثماري و ابني شقق و أجر اليوم يدخل جميع المناطق السكنية و تشوف حتى الازدحام اليوم بين الفرجان صعب تدخل لأنه قامت تصير أفضل لهم من الاستثماري لازم من ضمن القانون التصور الموجود اللي حاطينه أن حد التملك تملك عقارين و بالكثير ألف متر أنا أريد أن أسمع تفاصيل اختراحك هذا بس عقل و فاصل خلا نطلع و نفصل فيه شوية و نسمع المشاهدين الفكرة اللي أنت تتحدث عنها لحل القضية الأسكانية فاصل و نعود هاني شمس مرشح الدائرة الخامسة كنا نتحدث عن موضوع الحل الإسكاني و كان عندك حل و أنا مع المعذرة أني قاطعتك و الآن أريد أن أسمع تفاصيل الحل اللي عندك لا عندنا تصور أو التصور إن شاء الله نقدمه كاقتراح بقانون إن حتى الواحد ما يتملك بالقطاع السكني يوم شين يرفع الأراضي السكنية السكن الخاصة اليوم لا يمكن أن يشتري من شبابنا و من عيالنا أول كان يمكن أن يأخذ أرضه و زوجته لازم تكون مليونير بالأرض العالمي يعني يعني اليوم الأرض لا تقل عن 350 أو 400 ألف إلى نصف مليون بعض الأراضي من يمكن أن يوفرها يعني هذا لم يكن مليونير و أغلب الناس على رواتبهم يستعد أن يأخذون قروض و غيره فلا يجب أن لا يصبح تملك و الاستعجال في التوزيع تجد مقاومة هذا النوع من الإقتراحات تجد مقاومة لا يجب أن إذا هناك مقاومة معناتها تقعد من اتجاه الصح لأن الحكومة كثير من الأمور لا تريد أن تحلها قد يكون هناك ناس مستفيدين دائما إذا هناك شيئات لا يحلونها يوجد ناس قد يكون مستفيدين من هذا أنت لازم تدفع إلى الحل لتشوفه آخر شيء يحل أمور المواطنين اليوم أنت مندوب أو وكيل عن هالمواطنين شنو الشغلات اللي يبونها لازم تحاول تحققها يعني الآن خلال خمس سنوات مثلا إذا ما أعطوا ما أعطوك بيت له على حسب القانون اللي طلع في مجلسة 92 اليوم الحكومة من قاعدة حاسبها المفروض أفرض عليها مبلغ تزيد بدل الأجار حق المواطن مدام ما نفذت له القانون بدل الأجار الحكومة اللي قاعدة تدفع تدري هاي لو قاطتها ويعيبة شركات أنهم يصلحون في الأرض ويسوون البنية التحتية تدري لو نوفر مبلغ بدل الأجار خلال فترة معينة الحين تقريبا مليارين دينار كويتي الحكومة صرفت على بدل الأجار هذا المبلغ لو قاطينه ومستثمرينه في البنية التحتية وغيرها مكان من صالح البلد ومن صالح الكويت وصالح الأعراض تعتقد لو الحكومة تقول اليوم الـ 150 توقف ما ستصرفيها هل تعتقد أن الناس ستقول ايه والله توكل على الله اخذ الفلوس منت الـ 150 بدل الأجار ونذهب ببنية تحتية لا 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 ما يوقف بدل الأجار إذا تأخرت عن الخمس سنوات اللي المفروضة تتوفر لسكن لازم بدل الـ 150 مثلاً تعطيني 200 دينار تأخرت سنتين بعد تعطيني 250 لازم أحط عليك عقوبة لكن الحكومة اليوم محد قاعد يحاسبها في هالجانب ولا قاعد يعطيها أمور أنه ممكن تعال تمشي عليها أنت ممكن تيب بعض الشركات ايه هي اللي تجهز لك الأراضي السكنية تجهز لك البنية التحتية لا تستطيع تعتمد بس على الهيئة وعلى قدرات الهيئة أنه توفر الرعاية السكنية حق المواطنين تقريباً ما يقارب الـ 100 ألف طلب إسكاني نعطرين دورهم إذا بنطر قدرة الحكومة على توفير البنية التحتية على أساس أقدر أعطيهم أوامر بنا يبي لي كم سنا على ما أخلص من هذا وبعدين مرة ثانية إذا انطرحت حق الشركات نرجع مرة ثانية حق عطوها فلان أم لا عطوها علان تعال شوفوا قضية فساد يديدة ويعني أنت شايف أصلاً الوضع اللي إحنا فيه من فساد يمكن يكفينا أحط لها آلية مو معنات هذا إذا بيصير فساد ما أسوي لأن الفساد اللي مترتب عدم التوزيع على عيالنا الفساد أكبر وممكن أحط ضوابط وممكن أرتب الأمور لأن بكل الحالات لا بد أعطي حق أحد أن يسوي البنية التحتية هذا مو برر أني ما أعالج القضية لازم أعالج وحط الضوابط ووفر لأن الفساد اللي عدم توفير الأراضي لأبنائنا فساده أكبر رح تأثير على الأسرة أكبر وقدرة الشرائية للأسرة وتمتعها في جزء من الرفاهية رح يقل بالنسبة حق المواطنين مبلغ كبير تقريباً 30 إلى 40 بالإمية قال يروح حق الأجار هذا لازم أوفره على المواطنين واضح واضح الفساد موجود الفساد يعني واضح وجليل الجميع الفساد هو أحد أبرز الملفات اللي كل المرشحين يتكلمون عنها راضي عن تعامل الحكومة مع الملفات لأن خصوصاً الفترة اللي فاتت في ملفات تحركت يعني أنا أتصور احنا مشكلتنا بالحكومة احنا مشكلتنا بهالموضوع بالحكومة الحكومة اللي تريد تعالج الأمور هي بيدها إدارة الدولة و هي بيدها ممكن لتحل كثير من الغضايا يحاولون أن يرضون البعض وتدري إذا مشوا على مصطرة واحدة حق الجميع الكل يرتاح اليوم ليش مشاكلنا ليش مشاكلنا بالكويت و يخلون كل واحد يلجأ إلى النواب يحاول مشيه حقه لازم يرجع حق ناعب على أساس ياخذه والوزير يخلي كثير من الأمور عنده على أساس يرضي فيه النواب لأي استجواب أو أي خلل فيه أداءه لو يشتغل صح و يمشي بمصطرة واحدة على الجميع كثير من الأمور تختفي و ما تقدر تاخذ عليه حجة على أساس أنك تحاسبه لأنه ما أعطي حاط مصطرة واحدة على الجميع إحنا نسمع مصطرة واحدة بس عمرها المصطرة ما مشت على الكل سمعنا الموس بس ما شفنا أحد مشى الموس على كل الروس فيه ناس سعال يمشي الموس عليهم فيه ناس الموس ما يمشي عليهم الحكومة بيدها هي تسكر منابع الفساد كلها نعم كثير من أمور الفساد اللي صارت و السرقات اللي صارت و المشاكل اللي صارت كلها صناعة حكومية صندوق الجيش صناعة شنو بند الضيافة صناعة منو هالتجاوزات كلها اللي صارت بالمناقصات أو غيرها الفساد من منو الفساد كلها فساد حكومي إذا الحكومة بقت تصلح و بدت تبي تمشي و تبي تعالج الأمور أنا أتصور كل النواب رح يكونون معاها لأنه رح تتريح الجميع اتخليني أنا أتفرغ للتشريع و للرقابة و للمتابعة و كلنا رح نحط إيدنا بيدكم أغلب مشاكلنا حتى مثلا تتكلم عنها قضية البدون أو هذا أو غيرها أبناء الكويتيات كلها صناعة منو؟ منو صناعها؟ صناعة حكومية بامتياز من ستين سنة و ما يبون يحلونها يأجنونها تعال انت تتي بقوانين تحاول تدفع بالقوانين تبي تعالج هالقضايا يمطمطونها يمطمطونها لين؟ يخلص المجلس و يمجلس مرة ثانية ما في لحد الآن قرار سياسي لحل بعض القضايا و قد يكون لأن هناك من بالقرار و هم متنفذين و هم أصحاب مصلحة و هم مستفيدين من هذا الفساد اللي موجود في البلد متى ما قدرنا نشوف وين الفساد وين منابع الفساد و كانت في فعلاً نية صادقة بالدرجة الأولى بالبداية عند الحكومة و نتأمل و نتأمل في الفترة القادمة أن تكون هناك فعلاً نظرة لعلاج أوجه الفساد لأن المشكلة علينا الحين صارت واضحة بعد جائحة كورونا الأمور انكشفت إذا ما نعالج رح ندخل بمشكلة أكبر قد ندخل بعجز أكبر رح ندخل بمشاكل أكبر كثير من الأمور اليوم علاجها سهل هذا يكون جدام رح يكون علاجها وائد صعب و كلفته وائد أصعب و إن راحت الحكومة في الإصلاح إحنا أول ناس رح نكون معاها و أول ناس ندعمها لأن هذا اللي نبي لكن إذا ما راح في طريق الإصلاح راح نكون نتصدى لها و راح نكون من أوائل المتصدين للحكومة الما بدت تصلح إحنا وصلنا معاك إلى الختامة إذا في عندك كلمة أخيرة على السريع قبل ما نمتقل إلى ضيفنا هانس بيته الحين إحنا في جائحة كورونا يوم خمسة اثنى عش غريب في دعوة لكثير و جميع الناخبين إن يروحون إلى الاقتراع في يوم خمسة اثنى عش هذا مرض و وباء خطير أخذ منه أرواح كثيرة الحكومة يجب أن تطمن المواطنين و تعدى العدة و توفر سبل أداء للناخبين حقهم في التصويت لمرشحينهم في يوم خمسة اثنى عش و يجب أن يكون أيضا للمرضى للمخالطين للمحجورين للي يرجعون من السفر في ناس اللي يحن يفكرون و لقل يوم واحد يقول يبي يرجع من بره على أساس يبي يمارس حقه و يمارس دوره بس لحد الآن الأمور مواضحة حقنات الحكومة يجب أن تطمن الناس و تطمن المواطنين و تراعي الاحتياطات الطبية و صحة الناس على شأن الناس الجميع يشارك في هذا العرس الانتخابي و يوصلون خمسين نائب يكونون وكلاء عن شعب الكويتي كله و عن الكويت كله أساسي راعون حق البلاد و العباد و نرى الكويت إن شاء الله في تطور و في نمو و في استقرار و في اختفاء أوجه الفساد كله يا رب خير شكرا هاني شمس مرشح الدائرة الخامسة فاصل و نعود لاستكمال حديثنا من مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس إلى مرشح الدائرة الثالثة هاني سبيته يا هلو يا مرحبا أهلا وسهلا حياك الله شكرا هاني سبيته أنت مرشح الدائرة الثالثة و يعني شفت خلال فترة اللي فاتت مجلس 2016 و شفت أداء الحكومة الأخيرة و شفت أداها خلال كورونا هذا آخر كلمة تفضل فيها هاني شمس مساعة نتكلم عن أداء الحكومة مع الكورونا أبي تقييمك للفترة اللي فاتت حكومة و مجلس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسل أحبا أمسي عليك و أمسي على السادة المشاهدين حياك الله و يعني أنا طلعت على بعض الإحصاعات خلال نقول مجلس 2016 هما قاموا حقيقة بالتصويت على 74 تشريعا تم الموافقة على 66 و رفض 8 يعني خلنا نقول أن اليوم نحن الكمية مو مهمة نحن نهتم في النوعية نعم هناك سؤال سؤال جدا بسيط أنت اليوم كمواطني كويتي اسأل نفسك 2016 ليه اليوم؟ هل حياتي أفضل؟ هل أنا تحسنت حياتي؟ إذا تحسنت أو صارت أسوأ هي بسبب هذه التشريعات؟ اليوم لازلنا عندنا نفس المشاكل اللي كانت مولودة بألفين و ساعة حتى قبل ألفين و ساعة المهم منها الأمور الاقتصادية مشاكل الميزانية تركيبة السكانية لم تعالج أي من هذه ألا حطت إيدك ألا حطت إيدك أوكي أربع و سبعين تشريع لكن ما هي أهميتها؟ ما هي ما هو اللي حصلنا عليه من هذه التشريع؟ إثبت الإنجاز بالضبط أثنين و ثلاثين استجواب يقولك المجلس سوى؟ والله أنا أحب أذكر نقطة مهمة بخصوص الاستجواب قبل تقريبا أسبوع كان فيه تقرير من أحد وكالات التصنيف العالمية اللي نزلت تصنيف لكويت حقيقة و هم ذكروا أن أحد الأسباب لتنزيل التصنيف طبعا هو أكيد فيه مشاكل اقتصادية و مالية ولكن عدم التناغب بين السلطتين و المشاحنات الدائمة و عدم عرض مشاريع و قوانين قابلة للتطبيق تؤدي إلى تحسن وضع الدولة الاقتصادي و المالي فهذه مؤسسة أجنبية ما لها دعوة ما هي ناخب ولا هي تتكلم بكل استقلالية و تقولك أنتوا أحد مشاكلكم أنه في مشاكل دائمة بين السلطتين و ما فيه مشاريع جادة وأحد مشاكلنا أيضا مؤشر الفساد مؤشر الفساد هم هذا هو مؤشر الفساد يمكن يعني كنا نتمنى أن الأمور شوية تتحرك و شوية تتحسن لكن نحن الآن أمام عهد جديد لا زال واحد يمنى النفس بأن هذه الملفات يعني يفترض أنها تنحل أنت في نظرك شفنا وتكلمنا بساعة يمكن فصلنا و مع أكثر من ضيف نفصل بالملفات أعطانا بالحل و ممكن شو ممكن هذا الملف يتسكر و ينحل يقل إبام أنا أبي أكون واقعي شو نقلل من اللي قاعد يصير بس يعني إحنا اليوم العالم واي تتطور في هذا المجال يعني ببساطة شخ باري فساد اليوم الدول يعني بطلت تتكلم عن نحارة من الفساد و تخلصنا من النواة و لا الجماعة قاعد يتكلمون عن يعني نبي مستوى أعلى من ذلك مستوى شفافية الآن نبي نعطي المواطن معلومات وافية و كاملة اللي نفقده اليوم إحنا في جميع مؤسسات الدولة من وزاراته ما يسمى الكودوف إيثيكس اللي هو قواعد السلوك يجب أن تضع قواعد سلوك في وزاراتك و مؤسساتك هذه قواعد السلوك الحقيقة هي خارطة الطريق للسلوك المقبول للسلوك المجرم من الموظف الصغير إلى الوزير شنو أنت ممكن تقول للمراجع شنو ممنوع تقول له شنو ممنوع الهدية اللي ممكن تقبلها شنو توصل لمرحلة الرشوة بالضبط تمام فهذه خطوة أولى يعني إحنا اليوم عندنا الحكومة سوت مكافحة الفساد و عندنا هيئة أسواق المال منظمة للأسواق و في عقوباته و أنت وزاراتك ليس منظمة من هذه الشأن يجب إيجاد تنظيم واضح يعني في العالم اليوم الموظف يوقع كل سنة على الكود أثيكس هذا أنا أني ما سويت شيء غلط و أني أنا مدير يراجع و إذا صار هو سوى مشكلة و مديرة ما راقب عدل يصير المدير مسؤول برأيك شنو سبب يعني أنت اليوم عندك تجربة محلية ناجحة في بعض المؤسسات صحيح أنت تفضلت و أعطيت أمثلة على الهيئات صحيح يعني ما يمنع الحكومة أنها تطبق حتى إذا لم تكنت ناجحة على الأقل تجربة أفضل من تجربة الوزارات صحيح ما يمنع أنت تطبق هذه الفورملاة على الوزارات هل هو الرضا بالوضع الحالي و عدم وجود النية للتغيير أو أسباب أخرى بتقديرك لا يوجد شك أن الرضا و القناعة بأن الوضع القائم هو الأفضل نعم و لكن هناك أسباب أهم يمكن حجم الوزارات هناك اعتقاد عند بعض المسؤولين أن لا والله هذه وزارة كبيرة يا معود كيف نتحكم فيها؟ هناك أكبر منها بمئات المرات و فيها سلوكيات معينة يتم تعميمها على الموظفين عند التعيين و بصورة دورية تعتقد هذا مفتاح الحل؟ لا يوجد شيء هذا شيء مفروض أن نعمل قبل عشرين سنة أنا اليوم قاعد أتكلم فسات 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 طيب، ماذا فعلت بالأمور الأساسية؟ حولت فلان نيابة و حولت فلان قضيت هذا موضوع متقدم هذا أجرم حولت النيابة أبدي من تحت بالضبط، أنا أبي اليوم أضع أسس و أنظمة تمنع حدوث هذا الشيء و أنا لما يتأسس عندي موظف توم تعيين يتأسس صح و يفهم قانون السلوكيات و شلو المجرم أنا أعتقد رح يتفادى هو الوقوع في هذا الشيء مفهم، مفهم إصلاح الاقتصادي بشكل عام اليوم العنوان الأبرز هو تنويع مصادر الدخل و يبدو أن هذا العنوان تكرر خلال انتخابات سابقة و خلال سنوات سابقة و ما زال هذا العنوان ضروري ما اتخذت فيها قرارات صحيح يعني إصلاح الاقتصاد يمس جميع مناحي الحياة يعني خلني أكون شوي أكستريم على ما يقولون أنت أصلح الأمور الاقتصادية رح تشوف حتى معدلات الطلاق رح تقل يعني ما في شك أن الأمور الاقتصادية و المشاكل المالية للأسر اللي هي طبعا تنتقل من الدولة إلى الأسر هي تؤدي إلى مشاكل اجتماعية و مشاكل على مستوى الفرد نحن نرى أنه في نقطتين يجب التعامل معاهم قبل أن نتكلم في موضوع الإصلاح الاقتصادي النقطة الأولى هي الإصلاح و التطوير الإداري و المؤسسي أنا اليوم ما أقدر مهما أسوي خطط ولا زال عندي ما احترامنا للجميع طبعا ما نقصد أحد شخصا نحن نقصد بصفتهم الآن ما أقدر أنا أضع خطط وأتوقع أنها تنجع و تطبق و تأتي بنتائج و أنا لا زال عندي نفس الجهاز الإداري اللي لا زال تفكيره قديم ممكن عنده عدم حب للتغيير و هذا من طبيعة البشر ترى البشر عندهم مقاومة للتغيير هذا شيء عادي أنا أبدأ بالإصلاح جهاز الإداري من وكيل لو وكيل مساعد مدير إدارة مسؤول كل هذول ينعمل تقاييم على مستوى عالمي ستاندرد عالمي أنا اليوم وأضع سكوب فورك أنت اليوم وكيل وزارة ما عنده مسؤوليات عمل واضحة وكيل مساعد ما عنده سكوب فورك أبدا ما أحد يعرف دولة شنو مسؤولياتك في العمل يقول لك والله ما أعرف أنا صار لي فترة وشي أمشي وأوقع الصالح الزين يقعد اللي مو زين يترك مجاله الغيري لأننا نحن الآن المسألة بطلت مسألة خيار خنطوره نختار لا 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 أصبحت ضرورة ملحة التطوير الاقتصادي نحن نمس مستقبل البلد مستقبل كيان الدولة الآن النقطة الثانية المهمة للتأسيس للإصلاح إنما في السابق أبو عبد الرحمن تم طرح بعض الاقتراحات للإصلاح الاقتصادي هناك نقطة مهمة ولا مرة كان هناك توافق على الخطة هذا يعارض وهذا يعارض هذا بطبيعة البشر بالضبط وبعد ممكن الخطة لم تكن متكاملة ومرضية للجميع دعنا نعطيهم بعد قليل دعنا نقول كردت في هذا الموقف يجب التوصل إلى خطة تكون مرضية للجميع لأن أنت عندك اليوم عندك سلطات عندك مؤسسات عندك مؤسسات المجتمع المدني لازم يتشتاركون معاك في وضع الخطط فإذن نحن بعد ما نضع هذه الخطة يعني تم التوافق عليها يعني ما آخر خطة اليوم موضوعة من الأمان العام للتخطيط حقيقة فاشلة جدا وأعتبرها أسوأ ما تم اقتراحها لحد الآن يعملون عليها الآن الجماعة وتم الاستعانة في مكاتب عالمية مستشارين ماليين لكنهم ليسوا اقتصاديين وتم توقيع اغتفاقيات معهم ودفع أموال واضح أن هذا طريق مزدود إذن يجب التوافق على خطة ويجب دعنا نقول إعادة نفض الجهاز الإداري يبيلا نفضه الجهاز الإداري هو المسؤول على التنفيذ أنت ممكن تطع أحسن خطة في العالم ولكن هذا الجهاز الإداري غير قادر على التنفيذ يعني هذه مشكلة كبيرة الآن خلصنا من هذه الأساسيات نية على الخطة الاقتصادية نفسها نحن عندنا اقتراح أنت عندك تفصيل وانا لازم أطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع نفصل في هذا الملث فاصل ونرجع لكم الاختصاديين يحبون يتعمقون بالاقتصاد ويحسون أن جزء أساسي من حل الوضع السياسي عندنا بالبلد هو حل المعضلة الاقتصادية لكل وقت مرشح الدائرة ثالثة هانس بيته تتحدث عن الحل الذي كنت تقوله قبل الفاصل يعني تكملة عند الفاصل نحن رح نقترح خطة متكاملة للتطوير ونتمنى حصول توافق هي من ثلاث محاور محور الأول هو موضوع الإحلال الواردات الكويت في 2018 استوردت خدمات وسلع بثمنتعش ونص مليار دينار كل الدول سوت هذا الشيء إحلال أنت تسوي صناعات محلية وتستبدل هذا المستورد في إنتاج محلي خلال العشر سنوات القادمة بإمكاننا نسوي إحلال لنص هذه الكمية يا أخي ما أقول لك كلها أنا العشرين اللي بعدها بعد ربع هذه رح تسوي لنا 200 ألف فرصة عمل إحنا نحتاج خلال الخمسة عشر سنة القادمة نص مليون فرصة عمل للشباب الكويتي الحكومة غير قادرة عليهم أنا أقول لك وحجم القطاع الخاص الحالي غير قادر عليهم فالموضوع تعدى ذلك المحور الثاني هو الاستثمار في مشتقات النفط نحن اليوم نبيع برميل النفط باربعين دولار إذا تستثمر في مشتقات النفط وهي هناك تقريبا ستة آلاف منتج اليوم يدخل في صناعة مشتقات النفط أنت تتكلم عن حجم سوق من 2 إلى 3 تريليون دولار كيف نستفيد منه نحن؟ يعني صفر تقريبا هذه هذه لدينا الأساسيات قادرين على أن نحن نقوم بهذا ما تتفضل فيه لدينا النفط هذا أهم شيء لدينا النفط نقدر نسوي مشاركات مع مشغلين عالميين قصد الوضع الحالي هل يعتبر نواة التي تتفضلت فيه؟ يعني هل لدينا شركات بيترو كوميكلز لدينا صناعات مؤكد لدينا صناعات الأدنى مؤكد مؤكد لا يوجد شك ولكن نحن نتحدث عن شيء متطور يعني اليوم حتى السيارات الكهربائية وايد من القطع التي فيها يتم إنتاجها من النفط أنت اليوم برميل النفط تبيعها بربيعين دولار لو تدش في المشتقات يبلك ألف دولار أنت قعد تتكلم عن إراداتك تتضاعف عشرين ضعف هل يعقل أنا أقعد أبيع خام وأنا في إمكاني أصنعه وأزيد حركة الاقتصاد عندي وأوظف الشباب مانع تعتقد إذا كان هذا الحل متاح أو موجود مانع حقيقة كان في أمور أولويات أخرى وتعرف يعني نحمد الله على اللي نحن فيه ومرّينا بمشاكل بالكويت أنت أدرا والكل يدري لكن خلاص أنا الأوان الآن خلاص الحمد الله فيه استقرار في البلد ونحلت معظم هذه المشاكل الآن عندنا المحور الثالث وهي إنشاء ما نسمي الكويت الجديدة نبي ناخد لنا موقع مئة كيلو متر من المدينة أرض كبيرة ضخمة نسوي مجمعات مجمع تكنولوجيا مجمع طبي مجمع جامعات عيش وأسكن وشوبينج وحياة متكاملة لا تحتاج لي لكويت هذه خلاص اقتصاد يديد يساوي أو يمكن يتعدى حجم اقتصاد الكويت الحالية اليوم نحن ناتج القومي عندنا مئة واربعين مليار دولار ممكن هذاك يوصل إلى مئتين مشروع الشمال نواة شيء مثل هذا أم حالم جديد؟ يعني أخذنا عن التسمية نحن المهم الفكرة توصل للجماعة ويتم التعاون والتقبل لتنفيذها هذا كلها تحاول أنت تنوع مصادر الدخل عدل؟ بالضبط وأنا لاحظت أنت بديت بالنفط ليش؟ لأننا سنبدأ باللي عندي أنا كذلك عندك صندوق سيادي بعد الصندوق السيادي نحن عندنا طبعا أنت راح تسألني سؤال يمكن أو المشاهد يسأل طيب شلون بتمول هذه الثلاث محاور؟ نحن عندنا حقيقة مشروع وفكرة السحب لمرة واحدة من الصندوق السيادي مبلغ محدود مئة مليار دينار ويتم إدارته بصندوق مستقل عن الهيئة العامة الاستثمار يعني مو قلة فيهم بالعكس الجماعة ويت بروفاشنال والله يمسيهم بالخير جميع لكن لتنويع المخاطر الإدارية نسميها يعني في عالم الاستثمار يتم إدارته وأخذ الأرباح فقط لن يتم المس برأس المال المئة مليار تبقى هذا يسمى نظام الانباونمنت في الغرب نعم أنت يطلع لك أرباح سنوية ستة سبعة مليار على عشر سنوات هاي سبعين مليار دينار ستبني فيها طبعا أنت في معاك شريك أجنبي هو يستثمر معاك بعد الذي يزيد من هذا الصندوق أنا أدعم الميزانية أساهم بالإسكان أنت اليوم نحن لا نقول لك تعال بلش أخذ من الصندوق السيادي ولكن نبدأ ناخذ شوية من الأرباح واضح واضح قانون الضمان المالي أيضا واحدة من القضايا اللي صارت عليها جدة للفترة اللي فاتت لو كنت أنت صاحب القرار وين ممكن أو شين اقتراحك لهم أو شين القرار اللي تاخذه في قانون الضمان المالي أنا بكون يعني خلنا أقول أعكس أنا تحدثت مع وايد من المبادرين حقيقة وأصحاب الأعمال هل هي مشكلة حقيقية أول شيء؟ هيا مشكلة حقيقة؟ لا لا بنا لا 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 ما تخلى من المبالغ لكن أنا إعتقد أن في الغالب مشكلة حقيقية وملموسة اليوم مشاريع صغيرة ومشكلة الهبادرين مشاريع صغيرة ومتوسطة كبيرة الآن بالنسبة دعنا نهتم بقع المشاريع الصغيرة أنا اليوم بسوي بقانون وقرضة أنا لا أعتقد هذا هو ما يحتاجه هو يحتاج شريك معا أمريكا لما صارت الأزمة المالية يوحق كبار الشركات وعطوهم 100 مليار و 200 مليار وخذوا أسهم مقابل فلوسهم قال لهم يبقى إذا تحسن وضعكم ردوا لنا فلوسنا وردوا أسهمكم هذا المطلوب هنا بدلا أحط عليه أنا دين يديد وهو أردي عليه دين حق المشاريع الصغيرة وإلى آخر أحط عليه دين يديد لا أنا أشاركه بعض هذه المشاريع ممكن تنجح وتوصل للعالمية وهذا حصل عندنا في الكويت الحمد لله في أمثلة زينة لنجاحات الشباب الكويتي فأنا أدش هذه أعتبرها فرصة اليوم أسوي صندوق لإنقاذ هذا المشاريع هذا الصندوق مليار دينار تساهم الحكومة فيه بربع رأسماله أو نصف رأسماله ويتم دعوة البنوك والشركات الكبيرة يعني القطاع الخاص لازم يتحمل مسؤولياته بالنهوض والمساهمة في حل المشاكل هناك ناس تقول لك أنت هنا تنقذ الشباب أو المشروعات الصغيرة أو التجارة أو الشركات ففي شريحة أكبر فصال لهم فترة يعني وأن كنت أنا رأي شخصي في هذا الموضوع موضوع القروض يقولك إذا أنت عندك فلوس وتبت قط قط على الناس في ناس عندها هذا رأي يتبي شيء شعبي يقولك يبقى أسقط القروض بدل ما تقعد تفيد فئات معينة من المجتمع وإنت اقتصادي شنو رأيك بهذا طبعا لن نظل محد في المعادلة هذه القانون كما هو هو ضمان وليس الدفع يعني في حالة تخلف الشخص عن السداد الحكومة تضمن السداد وترجع قانونيا على الشخص وهذا طبعا هذا بموجب القانون بالكامل أنا قرأته يعني موضوع القروض أعتقد موضوع آخر يعني أنا إذا تسمح لي أعرج عليه شوية بإضاحة يعني في مشكلة بالنسبة للقروض وأنا أعتقد السبب موبيد المواطن إحنا اليوم عندنا مشكلة اسمها تدني القوة الشرائية القوة الشرائية خلال الخمس سنوات الماضية وايد نزلت وإحنا ما نتكلم عن قياس التضخم في المعدل اللي نعرفه قليل جدا 2% بالسنة لكن إحنا نتكلم عن منتجات حياتية نحتاجك اليوم سيارات عاملات بنازل مصارف مدارس هذا قاعد يزيد 15% مرات بالسنة أنت اليوم عندك هذه الأمور الحياتية زادت 50% خلال الخمس سنوات القادمة هل يعقل المواطن راتبة زاد 5%؟ أنا قاعد أعطي عشر دنانير بالشهر زيادة طيب شلون هذا هنا بدأت المشكلة فإحنا عندنا حقيقة حلين عندنا حل فوري اللي هو؟ زيادة الرواتب خمسين إلى مئة دينار لجميع العاملين بسايف الوقت الذي نحن فيه وسعارنا في طول الوقت عندنا مصادر أخرى سنأخذها سنعالج أماكن أخرى نقلل فيها المصرف المواطن أولى المواطن هو الذي يحرك عجلة الاقتصاد أنت اليوم عندما تزيد عجلة الاقتصاد ترى هذا شيء جيد حتى لو أنت تضطر تدفع على حساب بنود أخرى في الميزانية وتزيد وبعدين أنا مو ذنبي يا أخي أنت كحكومة كمسؤولين عن المال اللي العامة خلال الخمسة عشر سنوات الماضية أنت فشلت في إيجاة الحلول المستدامة للميزانية فحقهم وعطوا الناس زيدوا رواتبهم معلومة اختراحك الأول متازك كلامك لا تحملني مسؤولية خطأك أنا ذنبي لا أعطيتني زيادات تكفيني أعيش عيشة كريمة لا أعطيتني فرص أطور من نفسي وبعدين أنا الآن أعتقد هذه الزيادة ممكن تحل ثلاثين في المئة من اللي عندهم مشكلة بالقرود والاقتراح الثاني الآن القطاع اللي هو مستدام أكثر الآن إحنا ندش بعد ما يعني لاحظ أنت الزيادة هذه وايد من اللي طالبون في حل القرود سيقولي خلاص أنا مشكلتي نحلت نبقى على اللي خلاص هذا ما عنده حل رح نسوي شرائح ممكن شريحة شراء بالكامل سماح بالكامل سماح جزئي إعادة جدولة يعني بالمبدأ لا عندك مشكلة لا عندي مشكلة لكن يجب إعطاء الموضوع حقه بالتحليل وتفصيل الحلول مو أننا نقول حل واحد الجميع عندك تغريدة وقفنا عندها اللي هي صراحة قلت هناك خلل في الانتماء الوطني أنت تعتقد بأن هناك مشكلة في الانتماء الوطني بسبب وجود نائب قبلي ونائب طائفي وعائلي واحد يقدم خدمات يعني صحيح أريد تعليقك على هذا الموضوع يعني في ناس أحيانا تخاف تشخص أنت قاعد تقول صراحة أننا عندنا خلال نعم نعم والله نشوف نحن عايشينا هذا نحن اليوم إذا نعالج الموضوع أول شيء يجب أن نعترف فيه وموضوع الإنكار لا يفيد أحد وخصوصا الذي يحاول يلقى حلول اليوم النائب القبلي أو المذهبي أو العائلي حقيقة أعطى الناخب أو المرشأ أعطى الناخب ما له علاج بالخارج أعطى وظيفة ما شعله معاملته اللي واقفة وهذه أشياء ما حصلها من الدولة مباشرة من اللي سهل نحن أحد مواضيع يعني شوية يعني حقيقة الأهم في ذلك أن نحن نقطع هذه أهمية النائب في موضوع إنهاء المعاملات أنت اليوم لما أنا سويت لي كل هذا خلاص أنا أنا نعميت عن الدولة أنا سرت أشوفك أنت بس أنت بالنسبة لي القبيلة أنا ولائي لك لأنك يبتلي لي أبي اليوم شنو شنو العلاج نحن نقترح منصة إلكترونية كاملة الأوصاف يعني على ما يقول أركانها مدروسة لإنهاء معاملات المواطنيين أنت عندك معاملة مو ماشية منصة إلكترونية وإتصال هاتفي ومتابعة الكبار السن اللي ما يعرف يستعمل هذا النوات صارت في كورونا يعني في كورونا صار في تحركات شفناها وحسنا أنت كيف من الدولة عندها القدرة صحيح أنها تسوي شيء صحيح يعني أثبتت لنا أنه ممكن العمل إلكترونيا ولكن الأهم هنا أن نقطع الطريق ونجعل النائب لم يعد مهم في إنهاء المعاملة بأن نتعامل معك تعال أنت هذه المعاملة تأخذ ثلاثة أيام اليوم الرابع لم يتحدث منصة الإلكترونية بتعهد من الوزارة أنها تخلصها لك نفهم نحن لدينا آخر خمس دقائق وانا عندي أكثر موضوع للأمان أريد أفتحها معك هل المرأة بالكويت لا أخذ حقها أم عليها تمييز يعني شب حتى في الغرب الذي يدعي لا يوجد تمييز ضد المرأة يعني لحد اليوم لا يوجد مساواة مئة في المئة أنا أحب دائما أقسم الحلول اليوم هناك لدينا المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويت ولها أبناء هناك حلول وفورية تسهل حياتها أنا أبنائها وزوجها أعطيهم الحق في تأسيس الشركات بدون كفي الكويتي أعطيهم حق كفالة نفسهم أعطيهم حق الإرث لأن تموت الكويتية الأم يعني الله يعطي عمر طولة العمر جميل تحدثني عن أبناء الكويتية أبناء الكويتية يعني هذه كويتية طبعا أنا خلنا عالج حقوقها أول أعطيها هذه فئة الآن اليوم مظلومة بشدة خلصنا من هذه الآن نتحدث عن موضوع جنسية ما جنسية هذا منظم بالقبل القوانين وفي تقول حقوق معينة تسهل الحياة يعني هل يعقل إبن الكويتية اليوم الكويت تعامل معاملة الكويتية حقيقة التعليم وإلى آخره بس يخلص وقت الإنتاج يقول لا أخوي أنت أجنبي ما لك شيء عندنا هل يعقل هذا الكلام لازم نحتضنهم حين تطور القوانين وتحسين وضعهم في المستقبل هذا شيء آخر بس يخلص من هذه إعادة الحق الأساسي لبنتنا الكويتية لزوجة من غير كويتي ممكن نطالع الأمور الأخرى المساواة يعني شيء استغربت مننا وائد أنا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص بالرواتب والترقيات يعني ما لم يجرم التمييز بين الرجل والمرأة ما رح تنحل المشكلة يعني الدول التي توصلت إلى مستوات أفضل في محاربة التمييز أصبح عندها قوانين تتجرم هذه الأحرار أحنا بقيلنا دقيقة بس عندي ملف الحريات أنا هذا من الملفات التي أحرص عليها دائما راضي بوضع الحريات والله شوف موضوع الحريات لازم نفهم شغلة مهمة كبح الحريات أنت تكبح الإبداع وأنا لا أتكلم بس عن الحريات السياسية والتعليقات السياسية هناك كثير من الحريات موضوع الحريات السياسية أنا بس يعني أناشد اللي سارعون بالتقديم الشكاوي وكذا خنتريث خلي الكل يفهم القانون أول خلي الكل يعرف أنه ترى هذا يعاقب عليه وهذا يعاقب عليه نعطي فترة سماح خنقول للجميع الآن بالنسبة لي التجريم اللي حصل وكثرة القضايا أنا في عندي حقيقة ملاحظة مهمة في هذه النقطة إحنا شفنا بعض الأجهزة الأمنية اللي تقوم بالتحقيق في أول حدوث جريمة الإعلام مخترقة سربوا فيديوهات وكذا فهذا ضابط الواقع أنا شدراني أنه هو نزيه في تحقيق الأولي هذا مهم جدا هو قعد يكيف القضية على ما هو يراه وهو أصلا غير ملم في قانون الإعلام هذا بس يبي يكيف قضية وبيدزها يجب إلغاء هذا الموضوع خلاص النيابة على طول ومن ثم المحكمة واضح فرص نجاحك احنا مساعة سألنا هاني شمس عن فرص نجاحك في بداية كلامنا احنا وصلنا إلى الختام معاك نريد أن نعرف فرص نجاحك والله شوف أنا أعتقد فيه مدرستين في هذا الموضوع فيه مدرسة متشائمة ما كو تغيير نفس اللعبة نائب الخدمات القبلي اللي يشتري الأصوات يعني نتمنى هذه نهاية مع الأيام قاعد تضعف وفيه المدرسة المتفائلة اللي أنا أنتمي لها طبعا إنه هناك يوجد رياح تغيير اخوي إذا فيه ناس محاسة برياح التغيير ففي عندهم مشكلة فيه رياح تغيير وفيه غضب شعبي وفيه سخط وفيه حبل التغيير إحنا قاعد نخاطب هذه الفئة خفئة الشباب اللي مل من الوضع ويبي تغيير ويبي تجديد لا يكفي فوز هانس بيتا أو أربعة خمسة إصلاحيين أنا أعتقد نحتاج ثلاثين أربعين يمكن خمسين إصلاحيين عشان نقدر فعلا نتخذ تشريعات وقرارات تصلح البلد إحنا نحتاج إلى عمل دعوب بدون استراحة شكرا جزيلا لك هانس بيتا مرشح الدائرة الثالثة وصلنا إلى الختام شوفكم على خير إن شاء الله باتر في رعاية الله شكرا 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 جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة